شارك ممثلو شعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول إطلاق المبادئ التوجهية للاتحاد البرلماني الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي في البرلمانات ومثل الشعب البرلمانية سعادة السيد جمال محمد فخر النائب الأول رئيس مجلس الشورى وسعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشعية والقانونية بمجلس الشورى وسعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النوم تضمنت الندوة الافتراضية استعراض تجارب عددا من البرلمانات والمجالس التشعية من مختلف دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب طرق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات البرلمانات والمجالس التشعية لتصبح أكثر كفاءة وفعالية وتخدم المواطنين بشكل أفضل كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تنطوي على اعتماد الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي يتوجب إدارتها بعناية ترجمة نانسي قنقر